أيام قليلة تفصلنا عن ذكرى طوق النجاة الذي أنقذ البلاد من ضياع مقدراتها وتفكيك مفاصل الدولة والضرب بأمنها القومية عرض الحائط إنها ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو ثورة الثلاثين من يونيو جاءت لتبني وطنا وتكفو الحياة كريمة تليق بكل مواطن وتخدم سلسلة من المدن الجديدة التي تعيد رسم شكل الحياة في أرجاء المحروسة وضعت القيادة السياسية تحدي التوسع العمراني نصب عينيها وكان توجهها واضحا نحو إنشاء مزيد من المدن الجديدة وزيادة الرقعة العمرانية لتخرج بعيدا عن الواد الضيق والدلتة نحو الصحراء لخلق تجمعات جديدة وفتح أبواب التنمية ولعل من أهم الامتدادات العمرانية لدولة الثلاثين من يونيو مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي تتحول خلالها القاهرة إلى مركز سياسي وثقافي واقتصادي رائد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال بيئة اقتصادية مزدهرة تدعمها الأنشطة الاقتصادية المتنوعة وتحقيق التنمية المستدامة وقد تم تخصيص مساحة 170 ألف فدان لإنشاء العاصمة الإدارية شرق مدينة القاهرة وذلك لمعوقعها المتميز وقربها من منطقة قناة السويس والطرق الإقليمية والمحاول الرئيسية حيث يبلغ عدد السكان المستهدف خلال المرحلة الأولى بمسطح 10.5 ألف فدان حوالي 5 ملايين نسمة بالإضافة إلى 50 ألف موظف حكومي يتم نقلهم للمقرات الجديدة مدينة العالمين الجديدة لا تقل أهمية عن العاصمة الجديدة فهي أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي وإحدى مدن الجيل الرابع وتتشابه المدينة مع العاصمة الإدارية الجديدة في ضخامة المشروعات العالمية المقامة عليها وتبلغ مساحة المدينة نحو 48 ألف فدان بعبق أكثر من 60 كيلو متر جنوب الشريط الساحلي ومخطط للمدينة أن تستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة هناك أيضاً مدينة توشكا الجديدة التي تقع على 3000 فدان لاستعاب 80 ألف نسمة لتوفر 30 ألف فرصة عمل ومدينة الإسماعيلية الجديدة التي تعتبر من أهم مشروعات التنمية وتعمير سيناء وتضم 57 ألف وحدة سكنية وتستوعب 314 ألف نسمة على خمس مراحل مدينة ومنتجع الجلالة والتي تعتبر واحدة من المشروعات التنموية القومية العملاقة تشتمل على مدينة الجلالة العالمية وجامعة الجلالة ومنتجع سياحي يطل على خليج السويس وتعد مدينة المنصورة الجديدة من أبرز مدن الجيل الرابع الجاري تنفيذها وتمثل نافذة الدلتة السياحية وتضم أنواع الإسكان المختلفة من إسكان سياحي وإسكان الفلات وإسكان متوسط وإسكان اجتماعي وتشتمل على جميع الخدمات اللازمة بجانب جامعة إقليمية اهتمام القيادة السياسية بإنشاء المدن الجديدة يأتي تنفيذاً لإستراتيجية توفير حياة كريمة للمواطن واستعداداً لدخول عصر المدن الجديدة الذكية بما يتوافق مع رؤية الدولة 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة